اشتركوا في القناة تاريخية يتم من خلالها تنظيم ألية محددة لتوزيع علوات الرواتب ما هي المرافق والأطر التي تتضمنها هذه الاتفاقية وأيضا في المؤشر غرمت المحكمة مؤخرا خمسين ألف شكل شركة بعد تعرض إحدى المتقدمات للعمل لديها لسؤال كم تريدين أن تنجب من منها لم يتعرض لأسئلة محرجة أو عنصرية من خلال مقابلات العمل وهل من الممكن أن نتجاوز هذه الأسئلة وأيضا في المؤشر العملات الرقمية تتعافى وتحقق بعض المكاسب هل من الممكن العودة للاستثمار بهذه العملات بعدما أثبتت مخاطرتها العالية أم أن هذه الأسواق للمغامرة والكسب السريع هذه موضع حلقتنا لهذا اليوم لكن نبدأ بأهم الأخبار الاقتصادية ذكرت مصادر عبرية أن شركة تيفا للأدوية ستعلن لعمال مصنع بلانتيكس في نتانيا والبالغ عددهم 220 عاملا أن المصنع سيغلق خلال السنتين القادمتين كجزء من نقل جزء من المصانع إلى الهند والصين ويعتبر هذا واحدا من أقدم مصانع الشركة صادقت لجنة الاقتصاد التابعة للكنيسة برئاسة عضو الكنيسة إيتان كابل على مقترح قانون للكراءة الأولى قدمته عضو الكنيسة يهيل بار والذي وقع من قبل العديد من أعضاء آخرين في الكنيسة لتعديل قانون حماية المستهلك لمنع عرض أسعار المنتجات التي لا يمكن أن تدفع على سبيل المثال مبلغ 49 شكل و99 أغورا يتم تقريب الأسعار وأشار كابل إلى أن مشروع القانون تم تمريره بالرغم من معارضة اللجنة الوزارية للتشريع وأن أعضاء الإتلاف فهموا أيضا الحاجة إلى الاقتراح ودعمه غير أن جميع ممثلي الوزارات الحكومية بمن فيهم ممثل وزارة الاقتصاد والاتصالات والقضاء اعترضوا على الاقتراح على أساس أنه يضر بتنفيذ القانون أقر المجلس البلدي في شفع عمر في جلسته الأخيرة مؤخرا وبأصوات جميع الأعضاء الحاضرين من الإتلاف والمعارضة جميع الاقتراحات التي قدمها رئيس البلدية أمين عنبتاوي والإدارة وفي مقدمتها المصادقة على ميزانية التطوير من وزارة الداخلية بقيمة 2.763.000 شيكل بالإضافة إلى المصادقة على إقامة مقر جديد لمركز الطفولة في الطابق السفلي للمركز الجماهيري وتمت المصادقة على ميزانية وزارة التربية والتعليم بمبلغ نحو 7 مليون شيكل تشمل بناء وحدة رياض الأطفال بجانب المدرسة الابتدائية بنحو 1.5 مليون شيكل وتجهيز صفوف التربية الخاصة في مدارس مختلفة بقيمة 56 ألف شيكل وبناء المرحلة الرابعة من المدرسة الشاملة دال حي أبو شهاب بنحو 5 مليون شيكل وبناء 6 غرف صفوف جديدة في المدرسة التكنولوجية ومن الأخبار الاقتصادية ننتقل عبر الهاتف للحديث مع عبدالقادر مرعي من بيت الاستثمار هلمان الدبي مساء الخير عبدالقادر عبدالقادر كيف تقرأ صورة أو مشهد سوك المال والأسهم في البلاد بعد التحقيقات مع كبار المسؤولين في شركة بيزيك اليوم كان فيه انخفاض في سام شركة بيزيك ما يقارب الواحد نقطة اثنين خلسة طبعا على عكس نتوقع أن يكون فيه انخفاض أكبر وكثير من هيك إلا أنه كيف ممكن يكون متوقع أنه انخفاضات أو تحقيقات مع شركة بيزيك ومع إداريين في شركة بيزيك ممكن يكون تأثير لها في يوم واحد اللي نحن نعاش كيف ممكن يتدحرج في الأيام القريبة لا شك أن اليوم لست نار في شركة بيزيك غير مستحب إلا إذا كنا شايفين نحن وصلنا للقاع يعني وصلنا للوضع أن نحن ممكن نشوف بعدها في ارتفاعات بالنسبة للبورصة بشكل عام والبورصات العالمية في انخفاضات من بداية الشهر اللي يجوز منها التحقيق للأرباح عادة عن ذلك الضغط على المنك الفيدرال الأمريكي يرفع الفائد أكثر من ثلاث مرات على غير من كان متوقع وهذا عملياً رح يؤدي لانخفاضات في البورصة إذا كان في الوضع اللي نحن مرجعين في إسه أو في الأشهر القريبة برضو سيد عبدالقادر قد يكون قبل أن نخرج لسوق المال والأسهم العالمي هل برأيك المستثمرين ينتظرون ماذا سوف يكون في مصير رئيس الوزراء بن يمين نتنياهو حتى يأخذوا قرارهم بالنسبة للإستثمارات وسوق المال في البلاد لا شك أنه الرئيس الوزراء إلو ثقله إلو استراتيجيته الاقتصادية يمكن أن يكون إلى تأثير كبير في حال تم التحقيق معه بشكل أوسع أو اتهامه عن طريق المحاكم إلا أنه تأثيراتها بتكون تأثيرات لفترة قصيرة جدا لأنه رح يكون فيه بديل وبيكون فيه استراتيجات جديدة موجودة على الطاولة يعني إذا بذكر قسم المشاهدين عاشوا فترة التفجيرات اللي كانت في السنين الألفين كان ممكن تطلع على شاشة البورصة وتشوف الشاشة حمراء فتعرف أنه صار فيه إشي قبل ما تسمع المعلومة عن طريق الأخبار إلا أنه مع الوقت مثلك الناس تعودت على الإشي والتأثير صار أو الأثر طبع التأثير بيكون أقل ومنشوف أنه إمكانية الخروج من أزمة بتكون أسرع هل برأيك يعني كل ما يتعلق بتحقيقات الفساد في شركة بيزيك وربطها في موضوع رئيس الحكومي هل برأيك ممكن أن تكون لها تأثير أقل أو أكبر بما كان أو بما حصل في الأسبوع المنصرم بالنسبة للأحداث وإسقاط الطائرة الحربية الإسرائيلية في الشمال إلى شك أن الأجواء العامة في إسرائيل وفي البرصة الإسرائيلية غير جيدة فهل بنحكي على البورصة من بعد ما كانت في ارتفاع ما يقارب 6% هل بنحكي اليوم على انخفاض في شهر 2 ما يقارب 3.5% شركة بيزيك في الخصوص كان في انخفاض أكثر من 8% خلال شهر 2 وشركة بيزيك موجودة في العنوين مش بس بالأون الأخير مش بس الشهر الأخير إنما ما يقارب السنة وشفنا أكثر من وراء كان في انخفاضات إلا في نهاية الأمر حتى لو كان في اتهام للإدارة واتغيرة الإدارة ويتظل في شركة بيزيك هي شركة لإلها أرباحها وعندها رأس المال تبعها فالمتعامل تبع المستثمر أو تبع المحلل الاقتصادي مع شركة بيزيك من بعد ما نقيم الشوائب وتعامل مع الأرقام ومدام الشركة هي شركة ثابتة وربحية فبالآخر بنرجع ونشوف أسفلها بترتفع في السوق لأنه الطرد بيكون على ربحية الشركة مش على الإدارة تبعتها أو على وجود شوائب موجودة فيها جميل جدا شكرا عبدالقادر مرعي من بيت الاستثمار هلمان ألدوبي شكرا المستأسات النقابية لها أثر كبير على حقوق العمال والموظفين هل ما تحققه نقابة العمال الهستدروت يفي بمتطلبات ذوي الدخل المحدود أما أن هذه الاتفاقيات متواضعة ومن الممكن تحقيق أكثر عبر نضال جماهيري للحدث عن هذا الموضوع يسرنا نستضيف روت لوي أنتكا بلسان الهستدروت عرب טוב عرب טוב على أي زي سוג עובדים הוא מדבר אוקיי שר החינוך קבע שיהיה מסגרות חינוכיות בחופשה של הילדים הילדים שמגיל 3 כלומר בגן חובה עד גיל 9 עד כיתה ג', כלומר יאריכו את ימי הלימודים יקצרו את ימי החופשה זאת אומרת אנחנו מהתחלה מדברים על הסייעות לגנים אני מדברת על הסייעות סייעות לגנים נדרשו פתאום לעבוד יותר שעות ואנחנו כהסתדרות צריכים לשמור עליהם אז קבענו היה לנו הסכם מאוד מאוד ארוך עם משרד האוצר וההסכם קובע ככה שכל מי שעבדה עד לפני ה-15 לאוגוסט 2014 החוק לא חל עליה גם החוק וגם ההסכם או רק החוק? ההסכם אומר שהיא לא צריכה לעבוד בפגרות של החגים אנחנו מדברים עכשיו רק על החג הזה לא צריך לעבוד אנחנו מדברים על החג אביו בשנת 2018 תקופת פעילות פסח ואביו אה שני חגים זה שני חגים יש כמה מגזרים במדינת ישראל ואנחנו חייבים לחסות את כולם אז מי שעבדה עובדת בתיקה כביכול לפני שלוש שנים פחות או יותר לא צריכה לעבוד החדשות מה-15 לאוגוסט 2014 הצטרכנו לעבוד אבל גם המבטיקות ירצו והחדשות צריכות הן מקבלות תוספת של 1110 שקל על חמישה ימי עבודה משעה שבע וחצי בבוקר עד אחת וחצי בצהריים זאת אומרת, ההסכם הזה בא כאילו לתת להם לכסות על אותה תקופה שהם יעבדו בנוסף למה שיעבדו קודם נכון ואז הם יקבלו שכר על פי 37 על פי 37 שקל בנוסף למשכורת שלהם יש להם את המשכורת שלהם ובנוסף למשכורת יש פיצוי של 37 שקל לשעה שהוא לא לא נבלה בשום בסכם אחר נכון לגבי הסכם הזה הוא יכול לפגוע מבחינת התנאים הסוציאליים של אותה עובדת מבחינת סתם לדוגמה אם יש לה השלמת מסכורת אין יותר אין יותר הסדרות עבדה מאוד קשה כדי שלא יהיה יותר השלמת מסכורת לסחר מינימום לסייעות אין סייעת שיש לה תוספת לסחר מינימום לכל הסייעות יש אם אנחנו מדברים על זה אלה שעובדות עד אחרי הצהריים עם הילדים יש להם תוספת של יום חינוך ארוך של 995 שקל יש 5 אחוז אופק חדש 10 אחוז תוספת סייעות תוספת מאמץ לחינוך המיוחד ואחר כך נדבר על ההסכם השני יש לנו חבילה מאוד גדולה ויפה שסייעות לא מתקרבות אפילו לסחר המינימום מה לגבי מגזרים שהם לא מגזר יהודי מגזר מוסלימים מוסלמיות בנוגע להסכם הזה נוצריות כן דרוזים שיש להם חגים אחרים כמובן אז יש לנו את חופשת האביב ויש את חופשת החורף אוקיי אוקיי שזה מקביל אלינו לחופשת סוכות ולחופשת פסח זה אותו דבר אין אפליות אז ההסכם חל גם על המקרים האלה על הבדואים על הנוצרים על הדרוזים על היהודים על כל וכל אחד לפי החגים שלו בהחלט למי הסכם הזה מוטיב גם למי גם מבחינת העובדים אוקיי קודם כל לכל עובדת שלא נכללת בהסכם אבל רוצה לעבוד ולשפר את השכר וגם סייעות צמודות ילד למשל סייעות צמודות ילד צריכות לעבוד כל עוד הילד שלהם נמצא אבל אם הילד לא נמצא אוקיי הן כן תקבלנה את התוספת למרות שבהסכם הן לא צריכות לקבל אבל הן כן תקבלנה לפי ההסכם החדש לגבי אלה שהתחילו את העבודה שלהם לפני שנת 2014 הן יכולות להצטרף בהחלט כן אם היא שהיא רוצה ואם היא לא רוצה אז בסדר אז אנחנו נותנים לה את האפשרות עכשיו תבין זה הסכם שהוא נקודתי כן רק לשנה הזאת רק לפגרת האביב 2018 ופגרת הפסח השנה הזאת זה פיילוט זה משהו שהוא נקודתי הוא כרגע לא משליך לשום דבר אחר מה לגבי סייעות שהיא מגיעה לעבודה אבל התלמיד שהיא מסייעת לו בכיתה או נהדר מהכיתה אוקיי אז עד לפני עד לפני 2015 סייעות רפואיות היו עבדות שעתיות כן היו באות לבית ספר או לגן הילד נמצא מקבלות שכר כן לפי שעות הילד לא נמצא הן הלכות הביתה הן לא מקבלות שכר עשינו הסכם ב-2015 סייעות רפואיות מקבלות כבר 12 חודש העבודה 22 ימי חופש בעבר זה היה 16 30 ימי מחלה בעבר זה היה 20 שיפרנו את כל התנאים שלהם אי אפשר לפטר אותם ולהחזיר אותם ולפטר אותם ולחזיר אותם כמו שעשו בשנים עברו ואם הילד לא נמצא שתאות המועצה המקומית או הרשות המקומית למצוא עליהם עבודה כן מה לגבי ההסכם הראשון לחודש שמדבר על החינוך המיוחד מה יש פה חדש? החינוך המיוחד הקשה והבינוני עובדים מאוד קשה כן הם עובדים בפגרות 11 יום ובחופש הגדול 20 יום ומתוגמלות אבל לא לא כמו שאנחנו היינו רוצים וברוך השם הצלחנו בהסכם באמת מהראשון לחודש שכל הסייעות של החינוך הקשה ושל החינוך הבינוני תקבלנו תוספת של 12 וחצי אחוז והוא לא נבלה בשום הסדר אחר ובשום מקבלו והם הראו את זה איזה חוקים או הסכמים ההסתדרות הייתה מעורבת בהם שהם גם מטיבים עם העובדים? בקצרה יש לנו חצי דקה בחצי דקה הזאת אני יכולה אגיד לך שרק עכשיו אבות בית עובדות ניקיון בבתי ספר מזכירות בבתי ספר קיבלו תוספת שעשינו הסייעות שקיבלו עכשיו את הגמולים האלה כל הסמינרים שאנחנו עושים להם שעכשיו זה מוכר כאילו, מקבלים על זה ימי העבודה לימודים אקדמיים מסובסדיים סמינרים בכל רחבי הארץ ובחול כאילו, יש באמת חבילה שעוטפת את כל העובדות שאני חושבת שיכולות להיות גאות שהן עובדות לרשות מקומית נגמר להזמן יש לי רק להודות לך יש לי כל כך הרבה לדבר נכון, יש לי רק להודות לך את ההסתדרות שעוזרת לשער העובדים תודה רבה לך תודה רבה לך רות לוי דוברת ההסתדרות תודה רבה אני לא דוברת ההסתדרות אני ראש חטיבת החינוך בהסתדרות תודה, תודה שתקענת אותי בקשה, בשמחה אעזע אל משהדים נחרוג אלה פאסל ומתומן עוד תודה רבה לך أهلاً بكم من جديد مقابلات العمل هي وسيلة لتقييم الموظفين وإمكانياتهم بشكل استباقي هل الشركات ملتزمة بمعايير المهنية ومتجنبة للتمييز العنصري وكيف من الممكن أن نحصل على المعلومات اللازمة دون المساس بخصوصية الموظفين للحديث عن هذا الموضوع يسرنا أن نستضيف المحامي توفيق طيبي السلام عليكم وعلكم السلام أهلين فيك أشكرك لقدومك وهذه أكثر من مرة وجودك عندي ويشرفني وجودك أهلين أستاذ الكريم كان في حكم أعرف ممكن نسمي يعني سابق قضائي ولا لا لصالح يعني دعنا نكون الموظف أو شخص الذي طلب التوظيف يعني بما يقارب الخمسين ألف شكل لصالح الموظف أعترض على أعترضت على الأسئلة التي سألوها في مقابلة العمل فعلا سابق قضائي هذا قرار لا نستطيع أن نكون سابق قضائي ولكن هو قرار جريء من حيث المبلغ الذي صدر كطعوي نحكي عن مئة ألف شكل على الفكرة ليس خمسين ألف يعني مبلغ كبير نسبيا للحادث التي حصلت نحكي عن محامي يهودي متديني جاءت لمقابلة عمل في إحدى شركات الملاحة جميل وسئلت أنت يعني كم تريدي أن تنجي بي من الأطفال؟ يعني بإشارة أنه يعني المتدينين لهود يعني بنجيبه كثير فأنت رح يكون هذا إعاقة للعمل بالضبط هكذا يعني هنا في نوع بسموها استيجمة يعني نوع من الأفكار المسبقة عن العائلات اليهودية المتدينة أنها تنجيب أطفال كثر ولذلك يجب أن نتأكد من هذا الموضوع هذا السؤال يقع في تمييز عنصري أو تمييز حسب أي معايير نعم في إسرائيل في قانون اسمه قانون تكافؤ الفرص في العمل صحيح هو قانون مبدئي الآن هنا لا نتحدث عن تمييز عنصري نتحدث عن تمييز اللي هو مبني على أفكار مسبقة ثانيا هنا بنحكي عن تمييز اللي هو ضد الأمهات التي يعني تنجب أطفال يعني هنا تمييز ضد الوالدية ما يسمى صحيح الأم تمييز مقارنة مثلاً مع امرأة ليست متزوجة عزبة هذا اسمه تمييز برضو مرفوض صحيح وكمان التمييز بناء على الأفكار المسبقة نقول هاي مثلاً المجتمع متدين فهذا نعرف عنه أنه بيجيبوا بلاد كثير إذا خلين نفعل عنه هذا برضو ممنوع شو في أسئلة شائعة سلبية أو من المفروض أن لا تسأل في المقابلات السؤال مثلاً كثير بيغلطوا في أماكن العمل بيسألوا مثلاً امرأة متزوجة هل أنت حامل؟ على أساس أنه إذا كانت حامل بيقدروش يفصلوها إذا كانت غير مناسبة للعمل أي نعم أو يعني بيحبوش يشغلوا نساء حوامل لأنه بروحوا كثير على الأطباء أثناء الحامل تغيبات والآخره فهم بفضلوا امرأة اللي هي إما أن تكون عزباء أو أن تكون غير حامل شو في كمان أسئلة دارجي يعني سيء مثلاً يمكن أن يسأل مثلاً أحياناً أسئلة عن تفكير الإنسان العامل من ناحية عقائدية هل أنت ملتزم دينياً أم لست ملتزم دينياً هل أنت علماني أم لفسك علماني أمور عقائدية دينية أفكار هذا مش لازم ينسأل هذا السؤال إلا إذا إلو علاقة في موضوع الشغل يعني إذا موضوع الشغل إلو علاقة في أي شيء أنا بآمن وفلسفتي في الحياة هذا شيء آخر لكن تسعة وتسعين في المئة من الأمور عادلاً هذا ملوش علاقة صحيح ولكن يعني خلين نقول ممكن أنه أيضاً اللي بيجو بيقدم طلب عمل ويرفض قد يكون لأسباب مهنية صحيح ولكن هو يعني خلين نقول يتمسك بسؤال سؤال كان يعني خطأ سؤال ويروح يقاضي الشرك نعم عشان هيك إحنا نقول أن أصحاب العمل يجب أن يحذروا لأن أحياناً أنت كصاحب عمل يمكن أنك سألت هذا السؤال بشكل بريء صحيح وبالفعل يعني فيه حسب مكياس الكفاءة هذا العامل غير كفوق ولكن هو يعني كيف يقولوها تسلق على هذه النقطة واستغلها لكي يقاضي مكان العمل للأسف هيك حالات يعني صاحب العمل سيكون في مصيضة معينة أمام الكرون عرض للقضاء لأنه لم ينتبه إلى هذا القضاء هذا السؤال ممنوع أن يسأل سؤال تتعلق في خلين نقول إذا حامل أو مش حامل إلى أولاد أو مهنها شولان على فكرة بالنسبة للدين بالنسبة لمكان السكن نعم مكان السكن برضو يمكن وحد يسألين أنه مكان سكنك لكن أنت لا تستطيع أن تميز بينه وبين آخرين بناء على مكان الإقامة أو السكن تقول أنا بدي أشغل واحد لأنه قريب عليه في بيته هاي مثلا كثير بيعملوها بفضله أنه واحد يكون قريب بيته على مكان العمل لكن ألا يحق لصاحب العمل أن يختار موظفين حسب الجودة اللي بديوا إياها ومش تمييز عنصري هنا وتمييز حسب شو الكفاءات هاي جزء من الكفاءات قد تكون دعنا نوضح يعني إحنا منحكي هنا عن هل الاعتبارات التي يعتبرها ويفكر بها صاحب العمل هل هي اعتبارات موضوعية أم لا؟ هذا هو السؤال دائما الذي يتسأل المحكمي مش بس نحكي عن تمييز عنصري إنما بشكل عام هل الاعتبارات هي اعتبارات منطقية موضوعية أم أنها اعتبارات اللي هي خارجة عن المنطق خارجة عن الموضوعية كل اعتبار غير موضوعي مرفوض يعني قد يكون سؤال في مقابلة معينة مسموح فيه وسؤال نفسه بمقابلة أخرى لنوعية عمل آخر غير مسموح فيه نعم فرد على فكرة في هاي القرار الحكمي اللي صدر مؤخرا في قضية هذه المحامية التي حصلت على تعويض بمبلغ كبير مئة ألف شكل فقط لأنها سؤلت هذا السؤال غير القانوني كان فيه استئناف هذا القرار للمحكمة الكترية ورفض الاستئناف من قبل الشركة كان استئناف من قبل الشركة ورفض يعني هنا فيه محكمتين أصرين على هذا المبدأ وكانت من إحدى يعني حجج القانوني لهذه الشركة لتبرير تصرفها إنه إحنا هذا الشيء بهم إنه نعرف إنه هل هذه المحامية تستطيع مثلاً أن تسافر إلى خارج بلاد هذا التفسير رفض من المحكمة حتى هذا التبرير رفض شو بنسبي للشخص اللي جاي على مقابلة ويسأل أسئلة من هذا النوع كيف لازم يتصرف في داخل المقابلة؟ يعني شخص بيجي على مقابلة اللي بيقابله في العمل يسأله فرضاً شو ديانتك؟ مثلاً طرعاً كيف لازم يتصرف؟ بشكل عام إذا بتسألني هل يسمح أو إيش في تسجيل مقابلة مثلاً على سبيل المثال على فكرة يسمح تسجيل مقابلة ما فيها إشكالية إنك تتسجيل مقابلة ومش شرط كمان تقول للي أنت جالس معا إن أنا كعب أسجل في المقابلة مش شرط تقول له مدام التسجيل هو بين شخصين وأنا واحد منهم واحد منهم ما أسموح لأسجل جميل شو بنسبي له حالات مثلاً يعني من المجتمع العربي بروحوا على مقابلات بتكون مثلاً صبية محجبة أو حديث اللغة العربية أكثر حالات اللي هي إحنا كعرب بنعاني منها الحقيقة إن شغلتين شغل الأولى المحجبات يعني كثير نواجه مثلاً نساء بتصل لمكان عمل لنشر إعلان إحنا نبحث عن عمل كذا وكذا فبروح للمقابلة بكتشف إنها محجبة فجأة يتغير كل اللغة مع الفتاة بصير يدور على حجج واهي مشان يتملص منها مش دائماً يقال للعامل السبب الحقيقي للفاصلة أو عدم الكبور المشكلة بالتمييز إنه دائماً يكون تمييز مخفي بحاولة يخفاؤه المحامة توفيق طيبة لديك الوقت شكراً لك ونكمل إن شاء الله في لكات أخرى إن شاء الله إن شاء الله أعزائي المشاهدين نخرج إلى فاصل ومن ثم نعود لنكمل فقرات البرنامج أهلاً بكم من جديد بدأت التجارة بالمقايدة ومن ثم تطورت للتجارة مقابل الذهب والفضة وبعدها استعمل الإنسان العملات الورقية وهنا نحن نشهد عهد جديد العملات الرقمية كيف يتقبل العالم هذه العملات ومتى تتوازن الحركات ما بين العرض والطلب للحديث عن هذا الموضوع يسرنا أن نستضيف على إشحاد أخصاء اقتصادي مساء الخير أخي 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 دعونا نقول هل من الممكن ننظر أن ما يحدث بالعملات الرقمية هو مخاض عسير لولادة نظام مالي جديد؟ صحيح حتى يعني اللي تابع الأسعار آخر أسبوعين اللي كان هو أكثر يعني يشبه الحرب على البيتكوين لأنه أنت بتحكي على هبوط أسعار أكثر من 50% يعني كان البيتكوين من 11 ألف و 12 ألف دولار خلال أسبوع وصل خمسة تلاف خمسة تلاف خمسة تلاف ستمية اللي هم يعني خلينا نحكي خمسين ستين بالمية نهيك عن انخفاضه من من منطقة العشرين ألف إلى الحداشر ألف صحيح قبل أن ينخفض لما يقارب الخمسة تلاف التسعمية صحيح ولكن رغم كل اللي صار يعني خلينا نحكي آخر يوم خميس وجمعة تعافي تعافي قوي حقق أرباح مية بالمية من خمس تلاف لعشر تلاف كمان باقي العملات تبعته العملات الرقمية طبعاً مثل الريبل مثل الداش مثل الإثيريوم والعم بصير الغريب كمان أنه صار فيه زي خلينا نقول علاقة طردية بين العملات كلها العملات الرقمية يعني العملات الرقمية أصبحت يعني كانها عنوان الكريبتو كرنسيز وإذا حصل يعني تحقيق مكاسب جميع العملات الرقمية تحقيق مكاسب صحيح صحيح يمكن شغلة إيجابية أو سلبية يعني فيه بالاقتصاد يسمون للفرايتي خلينا نحكي التنوع فمثلا أنت بالأسواق العادية البورس العادية يمكن تشتري سهم أمازون أو جوجل أو بي أم دابليو يمكن هذا يطلع هذا ينزل بس اللي عم بيصير أن كل الكريبتو كرنسي عم بيطلع مع بعض وعم بينزل مع بعض جميل يعني خلينا نقول يعني لما نحكي عن العملات الرقمية بعد الإنخفاض الحاد وصعودها وتحقيق المكاسب من جديد هل هذا شهادة برأيك أن العالم بدأ يتقبل هذه العملات بشكل ثابت بداخل سوق المال والأسهم صراحة العالم عم بيتقبلها ولكن تدريجيا المشكل المستثمرين عم بيحبوها كثير لأنه فيها أرباح هائلة وسريعة خلينا نحكي نحن كمستثمرين بسيطين وكما أنه هون نحن نتكلم أكثر المستمعين أننا غلبهم مش مستثمرين بروفيشنال مش مهنيين يعني صحيح خلينا نحكي أنه العملات الرقمية كويسة للمضاربة للي بيشتغل يوم 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 للي بيدون الربح السريع للي يصبح سكالبينج بالظبط ربح سريع ويطلع بعد أسبوع أسبوعين يحقق الربح ويطلع مش يعني استثمار طويل الأمل ولكن ما حدث في الأسبوع الأخير وارتفاع الأسعار والمكاسب يعني هل في مستجدات أخرى دعمت هذا الارتفاع؟ طبعا في يعني في إشاعات تقول أنه في مستثمر واحد فقط دخل اشترى بيتكوين ب 400 مليون دولار هو كان يملك 52 ألف بيتكوين اليوم يملك 99 ألف فبهذا السوق بكف مستثمر واحد يشتري كمية عالية مرة واحدة فبرفع السوق جميل بالنسبة ل يعني خلينا نقول إذا نظرا أكثر لأمريكا وهي عامل أساسي وأهم عامل بالنسبة لسوق المال والأسهم شو فيه مثلا تطورات ونظرة معينة للبنك الفيدرالي الأمريكي لهذه العملة وشو تأثيره عليها؟ والله أنا كنت متابع التصريح جانيت يلين اللي هي كانت يعني تركت مكانها قبل أسبوعين كانت رئيس البنك الفيدرالي محافظة البنك الفيدرالي الأمريكي أيوة للأسف يعني كانت خلينا نقول سلبية ضد العملات الافتراضية استعملت حتى كلمات عنيفة يعني استعملت كلمة فقاعة كلمة اسكام اللي هي غش أو زي أنا ما أقولك بالأول الدول عم بتحارب البيتكوين الدول عم بتعمل أقصى جهدها إنها تحارب هذا النوع من الاستثمار ولكن يعني هي بلاحظة معينة بتحارب البيتكوين ولكن هي بنفسها بتحول تنتج عملة رقمية بحد ذاتها إذن هي لا ترفض الفكرة هي ترفض العملة خاصة هي ترفض إنه هذه العملة ما إلها أي سند ما إلها أي دولة ما إلها أي تنظيم ولكن بالآخر زي ما حكيت قبل الدول راح تنجبر تعمل عملات افتراضية مربوطة بعملها الأساسية يعني ممكن تسمع بالمستقبل إشو اسمه دولار كوين أو يورو كوين اللي هي مربوطة ولها قيمة اليوم البيتكوين قيمته الفعلية سفر إيش هو البيتكوين ولا شي مش مسنود بدهب ولا مسنود بدولة ولا مسنود البنك أما بالمستقبل إذا سمعت مثلا إش اسمه دولار كوين أو يورو كوين بتصير قيمته مربوطة بالدولار العادي شو بنسب العملات أخرى غير البيتكوين والإثيريوم والريبل وهي العملات شو في عملات بدأت تظهر على الساحة يعني؟ طلع خلال الشهر دائما بيظهر فوق الخمسين عملة فيه نوع استثمار بعرش هذا ممكن لازمه حلقة كاملة اللي هو الإي سي أو أو الإي كو اللي هو بالإنجليش وخلوله إنشال كوين أوفرينج له عملية زي الإكتتاب بأسهم ولكن هذا بسموه يعني بدل ما يكون فيه سق نقضي لهذه العملة يكون هي عملية إكتتاب كأنه بيفتحه يعني أسهم في نظام البورصة صحيح مئة بالمئة دائما فيه إي س أو هي طريقة استثمار مجدي وسريعة الربح ولكن ليست خاض على أي رقاب عشان هيك بتخوف شوي يعني النظر لإلها بيكون مثل العقود الآجلة لفيوترز بدل ما يكون النظرة لإلها مثل العملات العادية صحيح أكثر تشبه خلينا نقول العقود المستقبلية طلع بالآخر الحرب اليوم اللي دايري بين الدول وبين البلوك تشين هي خلينا نقول الحرب تقنين يعني أن يعملوها قانونيا يعني اليوم في أمريكا كوريا اليابان أقول لك إحنا مش مشكلتنا نكون في بيتكوين بس إحنا بنا نفرض عليه ضرائب يعني أي بن آدم ربح منه لازم يعلن وإحنا بدنا نخضع ونجبع عليه على الأقل 55% ربح لكن هذا يخالف أساس النظام نفسه أنه غير معلن وغير خاضع للنظام السوفت العالمي أصلا صحيح صحيح هاي هي بالآخر ما هي الحرب الي سير هاي هي اللي بتخلي الأسعار ترتفع وتهبط يعني لما طلعوا تصريح أنه إحنا بدنا نعمل 55% نجبة 55% ضريبة أوتوماتيكيا السعر نزل من الأرباح أنا حسب رأيي بالآخر الدول راح تنجبر تعمل عملات رقمية تاب على دولها أو تاب على عملتها اليوم يعني جميع المدولات أو التجارة في العالم ما يقرب 87% منها بتتم بعملة دولار صحيح يعني هل قد يكون أنه نظام الكريبتو كرانسز اللي هي العملات الرقمية المشفرة هل منه ممكن فعلا تكون بديل نظام بديل لهذا العمل العالميين دولار؟ هذا السؤال خلينا نقول الإجابة عليه لسه يعني خلينا نقول مبكرة لأنه اليوم أنت بتكلم على أمريكا دولة عظمى اللي هي مسيطرة على 30 إلى 40% من الاقتصاد العالمي طبعا مسنودي بالبنك الفيدرالي مسنودي بالذهب مسنودي بالنفط بالآخر العملات الإفتراضية خلينا نتكلم راح نشوفها بالمستقبل خلينا نقول بعد خمسة إلى عشر سنوات بشكلها القوي وبشكلها القانوني أنا يعني ما بحب أغلط أو خلينا نقول أشجع على البيتكوين بدون ما الناس تفهم إيش بالزبط الآن نحن اليوم بفترة تقنين العملات الرقمية جميل جدا على إشحادي لديك الوقت نختصر الحديث وإن شاء الله نصدفك فيه برامج أخرى شكرا لك مرة أخرى على إشحادي يا خصائي اقتصادي بهذا أعزائي المشاهدين نصل إلى ختام برنامجنا لهذا اليوم أشكر جميع الزملاء في إنتاج هذا البرنامج وأشكر معدة البرنامج بسمة حبيب ومساعد الإعداد محمد عازم والمخرج ساري جابر نلقاكم إن شاء الله يوم الأحد القادم في نفس الساعة دمتم بخير وعلى اللقاء اشتركوا في القناة